بريد القوى السياسية السودانية يبعث مجلس السيادة برسائل متعددة مراجعة قانون الطوارئ وإطلاق صراح المعتقلين السياسيين وتهيئة المناخل الحواري أبرز الرسائل في خطاب هو الأحدث يؤكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان استعداده لتسليم السلطة في حال حدوث توافق سياسي وهو حديث يأتي بعيد لقائه الآلية الثلاثية لدعم العملية السياسية في السودان فآلية الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والإيقاد طالبت بتهيئة المناخ الملائم للحوار لتأتي ردود الفعل سريعة من قبل القوى السياسية على تصريحات البرهان كيف يحصل توافق ما بين غوى مؤمنة بالديمقراطية وبالتحول السلم الديمقراطي وقدمت في سبيل تضحيات جسام مع غوى غوضت الانتغال الديمقراطي وتواجه التعبير السلمي المعبر عن الإرادة الشعبية بالقمع وباستخدام الرصاص الحي أما قوى الحرية والتغيير ميثاق الوفاق الوطني فسريعا تفاعلت مع تصريحات مجلس السيادة هذا الخطاب حمل رسائل عديدة إيجابية للقوى السياسية السودانية وللشعب السوداني أجمع وهو في مجمله محل ترحيب لأنه يعطي إشارة لأن السودانيون قادرون على حل القضايا التي تعقد الوضع السياسي الانتخابات والاستعداد لها هو ما ظل يؤكد عليه مجلس السيادة الانتقالي لكن قوى سياسية وتنظيمات مهنية وثورية تشترط إنهاء ما تصفها بالحالة الانقلابية لبدء الحوار والحديث عن الانتخابات انتخابات قد تكون أولى الخطوات إليها تتلخص بإطلاق صراح المعتقلين سياسيا والشروع في ترتيبات دستورية ولو بصورة متدرجة وإزاء تصريحات البرهان بشأن التوافق السياسي وإخراج البلاد من أزمتها الراهنة فإن كثيرين هنا يرون أن التحدي الأكبر يكمن في بناء الثقة بين المكونات السياسية والتوافق على رؤية تعيد البلاد لمسار يفضي بها نحو استحقاق الانتخابات نزار البكداوي الحدث القرطوم